نهاردة زي ما قلت لكم معانا نجم لعب في رأس الحربة كلام ده أنا بقوله وهفضل عيده مرة واثنين وثلاثة ولعب على نجوم كتيرة كانت موجودة في نفس الوقت ده وإذا اندال فنهدولي أن قطاع الناشئين زي ما اتكلمت معاه في بداية الحلقة قطاع الناشئين مهم جداً أنه هو بيطلع اللعب ويعوده على المكان يبيلعب فيه وهو اللعيب عنده العزيمة اللي عنده زي ما قلت لكم إحنا كنادي أهلي ولعوزوا بالله من إحنا يعني النادي أهلي بيلعب على المركز الأول فاللعيب بيطلع من صغره بيلعب عاوز يلعب وعاوز يحدد هو عايز إيه بالشرطة بيقعد احتياطي كلنا عادنا احتياطي أنا وكابتن خطيب وكابتن زيز وكلنا وهو اللعيب وهو أسامة كمان قعد احتياطي بس كان بينزل زي ما بقولك المنقذ كان بيخلص هو ده اللعيب اللي احنا عايزينه في الزمن اللي احنا فيه ده ازاك يا أسامة ازاك يا ابتن مصطف أخبارك إيه كل زي بقول الحمد لله مش عارف أبدأ معك إزاي أنا عايزة في حاجات كثيرة عندي أبدأ معك فيها مش عارف أبدأ معك إزاي نبدأ من نشقتك في الشرقية ماشي البداية أنا من محافظة الشرقية مركز زيزي قرية الغار ده احدى الكرة المجورة في مركز الزائزي هي ابتدت زي أي حد بحب الكرة في الشارع بتلعب العبت في الشارع الشارع مع صحاق كرة الشراب و pesos كرة الكوتش مش عارف لأ لا مكاتش كرة الشراب على قرية حضرناها بعد كده شو أمر showing you أ estado هلقى بكرة ايه بكرة عادية كرة العادية يعني اللي بنلعب بيها الصفنج دي مشorge الصفنج والحاجات دي كرة الكفر آه كرة الكفر عه LIić كده مرحلة كرة كافر كبيرة كده ترى ايه نحن الشارع بعد كده يا بختك يا بختك كنا عندكم بقى في الزيازيق بقى غنية بقى عشان كده معظم الناس ملعبش كرة شراب وانت صغير ها لا كرة شراب مع الحينهاش احنا وخالص فمحافظة الشارع كابت المصطفى قريبة من اسماعلي واحد صاحبي واحنا صغيرين كان عندي 12 سنة كان اكبر مني شوي انت بدأت كرة وانت صغير في الشارع من 12 سنة لا ده قبلها كمان هل منلعب في الشارع من 7-8 سنين طيب انا عاوز اعرف كده يعني وانت بتلعب من 8 سنين هل الاسرة بتساعدك انك تنزل تلعب ولا تقولك الدراسة الاول بص اولا الاسرة الوالد والوالدة ربنا ديوم الصحة امين يا رب مالهمش في الكرة خالص خالص مفيش ميول كروية نهائية تمنزل الشارع ازاي فبانزل الشارع والله لو خلصت الواجبات خلصت الدروس بتاعتك هتنزل تلعب مخلصتش انت قاعد كنت شاطر ولا نص نص لا لا الحمدلله كنت شاطر شاطر ولا والحاجة التانية اه لو وانا صغير كنت بروح الكتاب اه طبعا اه طبعا اما انعارف انت راجل بتغير كران بسم الله مش اروه صوتك حلو والدي ووالدتي يعني حارسين ان انا احفظ الكران وانا صغير ما شاء الله فهتحفظ هتزاكر هتجي الدرجات كويسة تنزل تلعب هي دي المكافئة فانت كنت بتضحي بقى جامل بضحي دا انت قاعد طول اليوم مركز في المذاكرة علشان الساعتين ثلاثة لا تزل تلعبهم دون كان ليك فرقة في الزقزي في القرية كنا بنعمل الدورات الصيفية دي الرمضانية والصيفية اه كنا بنلعب على طول انت كالقسامة كان ليك فرقة بتلعب معهم مؤسامهم معينة ولا كنت تلعب مع اي فرقة لا كنت بلعب دايما مع ناس اكبر مني يعني الدورة دي كانت تعمل للناس الكبار يعني كان فيهم لعبة ممكن تلعب فقندية كبيرة طبعا تبقىك مصر غنية وفي الاخر حتة الكرة دي بتبقى نصيب وتوفير ربنا دا رزق ورزق فيه لعبة كتير ومواهب كتير خاصة يعني في الكرة وفي الاقاليم طب انت عم مؤسامة لعبت بالكرة الكبيرة وحظك مزعلتش انك لعبتش كرة شراب لا طبعا كرة الشراب دي يعني من ال كنا بنسمع بقى الكرة الشراب طلعت المواهب الكبيرة اللي شوناها وبتحسن المهارة الفردية بتاعت الله والتحكم والسيطرة في الكرة كان لها جماهيرها كمان وليها اماكنها في القاهرة اللي بيتلعب فيها الكرة الشراب معروفة والناس بتقعد تتفرج من الشبابيك والبلكونات والكلام دا طيب انت لما نزلت الشارع انت بتقول لك الزأزي طبعا قريبا من الاسماعالي اسماعالي مين اللي قالك اوسامة انت لازم تلعب مثلا في مركز شباب في الزأزي ولا خدوك كده من الشارع على الاسماعالي الاول ما ابتدت وانا صغير كنت بروح الاول عندنا فيه زي مركز شباب او ساحة كبيرة اسمها ساحة مصر اه موجودة لحد الوقت موجودة لحد الوقت اه كنت بروح اتمرن فيها وبدأت فيها حوالي شهر او شهرين بعد كده رحت قلت اخد خطوة تانية مين اللي وداك بقى لا دي كانت قريبة من البلد عندنا من البلد كنت انا بروح اناركب المواصلات لا اللي وداك المركز الشباب لا واحد هل فيه مدرب معين لا لا لسه صاحبي بقى الاكبر مني ده اللي هيوديني لسه هحكي على نادي الاسماعيل ودي كانت بدايتي لا اللي وداك كرة من الشارع للمركز الشباب انا اللي روحت لوحدك كده اه ان دي المكان قريب من البيت عندنا كنت جريئ او انت اه كنت بص بدل بتحب الكرة هتعمل اي حاجة اه هتاخد لها المغامرات بتاعتك يعني طيب روحت خلاص مركز الشباب في الزعزين خدت خطوة بعد كده قلت اروح النادي الشرقية عدت حوالي كم شهر برضو اه مرنت مع الله يرحمه كان اول واحد بربني كانت نعطيها السيد ده كان مدرب في الشرقية وقتها وكان رجل بيحتضن النشئين وبحب النشئين ودايما بيدور على المواهب يعني مرنت معاه فترة اه الى ان واحد صاحبي اسمه محمد زمزم ده كان اكبر مني مش بتاع المقاولين الله رحمه لا 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 ده واحد من عندنا من البلد كان صاحبي واكبر مني ومن الناس اللي بيحبوا الكورة وبيلعب معانا وبتاع تفتكر اسابيع من اللي انتك وبتلعب معاهم مركز شباب اه ازا ازيق لا مش متذكر مش متذكر مش متذكر لا اسمه تدسة صغيرة يا اسمه اسمعتش كتير اه في الشريعة حوالي كم شهر يعني اه ما طولتش جاي لك صاحبك ده لك تعالى قال لي تب ما تيجي انا اسمعت ان فيه اختبارات في اسماعيلية اه ما تيجي نروح نختبر في نادة الاسماعيل اه قطولوا ماشي اسماعيلية من ازا ازيقى والشرقية ساعة وربع ساعة وربع خدنا القطر اه كويس وطلعنا على اسماعيلية عشان روح نختبر اه بس اقول لي قبل ما تروح الاسماعيلية انت بتنطف حاجات كده انت كنت طالع وانت صغير كنت ميولك إيه؟ هل نادي الأهلي ولا زمالك ولا إسماعيلي ولا إيه؟ لا طبعاً أنت نتكلم الميول نادي الشرقية كلها بص حوالي 99% من الشرقية أهلوية يعني كنت أهلاء والأسرة كلها برضو تحب الأهل الأسرة في الأول بتشجع الأهلي لكن الميول مش كروية أنا اللي طالع بحب الكرة جدا كويس فحكم اللي صاحب ده قالت الشرقية ورقباً من إسماعيل تعالي روح نختبر في إسماعيل أنا سمعت إن فيه اختبارات في الإسماعيلي تعالي روح نجرة كويس روحنا نواه واخدنا الأطر وروحنا كان وقتها رئيس قطاع النشيف الإسماعيلي كابتن علي أبو جريش آه سلام فاكية مصر فروح نزلت الملعب واختبرت وشافني وأعجب بي في الملعب قال لي بكرة تجيب لي ورقك والصور والشهد الميلاد والكلام ده وتيجي بكرة ده سنة كامة وسامة الكلام ده سنة 95 95 آه 95 قال لي بكرة تجيب ورقك وتيجي عشان وتجيب وليه أمرك عشان تنضي شوف العين يا أخي لما بيشوف اللعب عشان كان لعب كبير قلت له حاضر يا كابت رجعت الشرقية تاني ما سنة بقى وإنت رجع من الإسماعيلية للزأزيق أو الشرقية إيه اللي يضار في ذهنك هل أنت كنت بتفكر في وقت ما أنت عاوس لعب كرة في نادي الإسماعيلي أو في أي نادي من ناديك كبيرة ولا كان من فكرك بس أنت بتحب الكرة وعاوس لعب في أي حتة إنت ريسة مش مستوعب خالص آه يعني ما كانش فيه الضغط الكبير اللي موجود دلوقتي اللي بيحطه حتى أولا الأمور على أولادهم الصغيرين إنت بتلعب كرة مجرد الاستمتاع بتحب بتحب اللعب بتحب كرة واحد صاحبك قال لك فكرة بعد ما كنت بتلعب في الشارع وبتتمرن في النادي اللي جنب البيت روحت نادي كبير تعال نروح نادي كبير تجرب آه وتخول تجربة جديدة روحت روح واخترغ كابتنا على بو جريش من أول تأسيمة أول تأسيمة كانت تقريبا مدتها قد إيه يعني حوالي ربع ربع آه مجرد أنت فيه عيون بقى في الاختبارات مجرد اللمسة الكرة مزف خلاص تعالى يبقى أنا خلاص الولد ده أنا عنده الحسة بتاعة الكرة آه آه قال لي تجي لي بكرة تجيب ورقك تجيب وليه أمرك طلعت عزقزي رجعتي تاني بقى على الشرق حلو آه وإنت باشي بقى في الطريق إيه لدار في الزهنك أنا مبسوط بالخطوة يعني آه سعيد رحت اختبرت في نادي نادي شابوني كبير طبعا آه إنك ممكن تبقى لعيب كرة هات ورقك اللي حصل بقى لما رجعت بلدي آه بحكي لواحد صاحبي تاني أكبر من صاحبي الأولاني آه فبقول له ده أنا رحت النهار ده لإسماعيلي واختبرت وكابتنا على بو جريش وقال لي هات ورقك وتعالى بكرة قال لي بس لما تحب تبدأ الاختبارات لازم تبدأ بالنادي الأهلي الأول قال لي كده على طول قال لي لما تبدأ اختبارات وكان هلاوي بقى كان هلاوي الشرق كلها هلاوي آه من عادي قال لي تبدأ بالأهلي الأول آه قال لي أنا مسافر الأسبوع اللي جاي القاهرة علشان أنا بتعالج يعني عنده علاج آه الله يرحمه كني اسمه أحمد زاكي آه فعندي علاج لسبوع الجاي ومسافر القاهرة علشان هاخذك معايا ونروح اختبارات نادي الأهلي هو عارف هو معيد الاختبارات وعارف كل حاجة كله طبعا مجلة الأهلي آه وأخبار الأهلي اختبارات دي كانت بتبقى مغرقة ده بيحصل بيوصل فيها عشر تلاف وخمساشر ألف في اليوم في الفترة دي والدي كان مسافر السعودية بيشتغل في السعودية آه فقلت له طيب خلاص ماشي مروح تشبال إسماعيلي قلت للأسرة إيه بقى؟ والدتي قلت لها آه أنا الأسبوع اللي جاي هروح عشان يعني أختبر مواحد صاحبي وهروح القاهرة آه كانوا عارفوا بالإسماعيلي ولا كانش نستعلم؟ عارفوا طبعا بالإسماعيلي آه بس الموضوع بالنسبة لهم عادي آيو آيو يعني الروح أنت بتحب حاجة آه أنت بتحب حاجة ما خطوش عليكم أنت تطلع تسافر علشان أنت بتحب حاجة فأنت بتحاول تقنع والدتك بتهيئة لهم المناخ بقى في كل حاجة طبعا الدنيا حلوة والدنيا مرحلة